اشتركوا في القناة أهلا بك يا أستاذ مؤمن أهلا وسهلا أستاذ مؤمن تقلمنا كده بقى عن أنواع السحر أنواع السحر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين أما بعد هناك عدة أنواع من السحر تمام مثل السحر الأسود وهذا أخطر الأنواع هو إيه أسطن السحر الأسود ده يعني بيبقى السحر الأسود ده بيبقى عبارة عن يعني شيء يكتف الإنسان كده ما يخلوش يعني يعني يسبب له بعض الأمراض يسبب له مشاكل نفسية أو عضوية أو كذا أو كذا بيعني بينهي حياته لدرجة الموت يعني لغاية ما يوصل صاحبه إلى الموت ده بيه الفرق ما بين أن الإنسان أصلا مريض نفسي والإنسان أصلا مسحور هناك فرق بين المسحور والنفسيين يعني الحاجة النفسي ده المسحور بيبان عليه المسحور هناك مسحور يعني تقول عليه أنه هو مريض نفسي بل بالعكس هو من شدة السح بيتخبط في أفعاله أقوال هنا الفرق بيحصل يعني بيبان لما بييجي عندينا وبنعلجه يأمة بينطق خادم السحر اللي عليه دي بنعرفه أنه مسحور تمام وأو بيب يعني يقاء بتحصل له حالة من القاء لما يكون مسحور عن طريق شرب أو أكل بيحطه له طبعا بعض السحرة فأما المريض النفسي فإحنا بنعرفه يعني من خلال القراءة عليه روحنا يعنينا دلوقتي قصفة مثلا رحت الدكتور النفساني مثلا تعبانة شغلي مش ماشي كويس مخنوقة بتخانق مع أهلي في البيت مع زميلي في الشغل فأقل لي مثلا أنت ممكن يكون عندك اكتئاف فأروح للدكتور النفسي تمام فأروحتي مثلا لدكتور النفسي دلوقتي فالدكتور النفسي بيقول لي ايه مثلا بيدني مهدقات تمام رحت مثلا لشيخ دلوقتي فقال لي لا دا أنت مسحورة أو أن أنت محسودة أو كده فأنا دلوقتي دلوقتي الناس محتارة ما بين العلاج النفسي والعلاج اللي هو احنا احنا ازاي بنفك السحر وازاي بنعالج الأسحار وفي حضرتك بعد الدكتور النفسيين عندما يحتاروا في الحالة يعني ما بيستجابوش للعلاج فهنا هناك بعض الدكاتور يعني بتكون فاهمة القصة دين هي لا دا عايز علاج بالقرآن مثلا بيقول له روح مثلا نشوف لك حد يدرع عليه القرآن أو كده فلا يعني مع الدكتور اللي بيبقى فاهم ايه معنى السحر السحر طبعا مذكور في القرآن والحسد مذكور في القرآن معذرة يعني ولكن مش كل الدكتورة نعم مؤمنين بالسحر والله من لم يؤمن ما يعني ولكن هو مذكور في القرآن يبقى من لم يؤمن بالعلاج القرآني ها مش عارفه يعني ليس بمسلم لأنه هو القرآن يعني شفاء فيه شفاء للناس يعني سبعة تمن آيات في القرآن وأكثر بتذكر أن فيه شفاء للناس طبعا الشفاء عن طريق السماء أيوة صحيح يعني ما هو يعني شيء يعني وبعدين إحنا من طبيعتنا كبشر لما بنسمع صوت القرآن يعني نفسيتنا بتهدى حكي بنتغير بنبقى كويسين ده لو أنا دلوقتي متضايق نعم ومخنوق فيه آيات معينة أنا بقرأها بتعمل كأنها إهداء كده طبعا هناك بعض الصور وبعض الأدعية يعني بالنسبة للديجة والتنفس بس أحيانا بيبقى سحر بيخلق بيعمل خنجة للبناء دم أو قرين وممكن يكون شيء من التوابع التابع اللي هي التابع مع ذرة أنا أستاذ مؤمن ولكن مع أنا أستاذ صلاح من البحيرة نعم طبعا ألو أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام زي حدثك يا فندي الله يخليك يا فندي بالله يخليك أنا بشكرك وبشكر الأخي بضيح مع حضرتك أستاذ مؤمن لملوم مع حدثك يا فندي أنا أستاذ مؤمن أنا كان يعني عزي أسأله بالنسبة للمسحورة يعني مثلا بلوتها من البنات شربة سحر يعني ممكن يؤدي الترجيع أو ورتيح زي ما أنا شايفت يعني بسمعك على الشاشة يؤدي أنها ممكن القيادة يعني ممكن يتحول لديدان بيرجع عن طريق البوق بيقولك أنه عنده بنت من بناته ومسحورة شربة سحر فهو اللي هو الترجيع يعني باللغة العامية أو القي وبيخليها تخرج يعني حاجات ملوسة زي ددان زي دم مثلا طبعا هو السحر المأكول حضرتك أو المشروب بيأثر تأثير جام طبعا عن الأمعاء لأنه هو بيسبب أمراض عضوية كتيرة جدا فهناك يعني إن شاء الله الأخ يتواصل معنا إن شاء الله وإن شاء الله في خلال ثلاثة أيام ستقوم وتبقى زي الفل إن شاء الله إن شاء الله نرجع بقى لأنواع السحر تاني وإحنا تكلمنا الوقت عن السحر الأسود ومن أشد الأنواع تمام فيه سحر تاني بقى كلمنا عنه هناك سحر التفريق التفريق ده يفرق بين الزوجة وزوجها تمام يفرق برضو بين الأولاد والآباء هناك تسليط يفرق بين الأبناء والآباء ماشي دلوقتي السحر دلوقتي اللي بيفرق ما بين الأزواء هل في سحر دلوقتي بيفرق ما بين الإخوات الأهل نعم هنا هو هو ذلك السحر سحر التعطين تمام وسحر التفريق يعني يفرق أسره من بعض وده إن شاء الله يعني أحب يعني أنوى على السادة المشاهدين إن شاء الله إن عندنا أقوى أقوى العلاجات من القرآن الكريم لذلك لأي أنواع من السحر أي نوع أنا عايزة تكلمنا كده عن أحكام السحر يعني تقول لنا السحر دوت ليه حكمه من القرآن عشان معظم الناس بتروح تسحل ليه بعضها من غير ما تعرف هو إي حكم السحر ده في القرآن أو إي حكم عند ربنا حكمه حرام طبعاً شارعاً حرام السحر السحر حرام من المؤذيات السحر حرام شارعاً طبعاً طبعاً لأن ربنا دانا آيات من القرآن الكريم تثبت على هذه وروا سيدنا النبي لسا معذرة يا أستاذ مؤمن ولكن معانا أستاذ ملك من القاهرة ألو ألو مسائل خير يا فندي أيوة سلام عليكم وعليكم السلام أيكم السلام لو سمحت أنا بسأل على ألو ألو أيوة يا فندي مع حضرتك أيوة لو سمحت أنا على طول عندي حاجة زي الوسواس كده وروحت الواحد قال لي أنت مصحور بل لك عندها حاجة زي الوسواس وسواس أه وراحت لحد يقول لها لأنت مصحورة فعلى طول أنا تعبانة بطلع من حاجة أطلع في حاجة يعني معديت شوية جنبي رجلي دماغي عناية ما سفتش حاجة ما كشفتش عليها ويدمي كل حاجة يقول لي أنت طبيعية حاجات بسيطة الاكتهابات مش عارفة إيه بس ما تعملش جيد كده فأنا مش عارفة أعمل إيه وروحت لشيوخ كترة على فكتش بيحصل لك تنبيل في جسمك آه في إيدي آه 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 تمام طيب يا أستاذة رقم أستاذ مؤمن موجود على الشاشة اتوصلي بيه بعد الحلقة إن شاء الله إن شاء الله تمام علاج في تلات أيام إن شاء الله بعد تلات أيام إن شاء الله هيكون ممكن أقل هذه الحلقة أقل بيكلم حضرتك بيقولك على حالة حضرتك إنها أقل من تلات أيام مع زر مع زر مع زر أستاذ مؤمن ولكن مع أنا مدخلة تليفونية تانية من أستاذ هشام الجيز أتفضل ألو مساء الخريف عن دم ألو ألو شكرا تقريبا الخط أطع أستاذ مؤمن نرجع لموضوعنا تاني أستاذ مؤمن معزرة ولكن نطلع فاصل انتظرونا ونرجع تاني أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وموضوع حلقتنا إزاي بتحمي نفسك من المس والسحر والحسد ومعنا أستاذ مؤمن لملوم اللي مشرب حلقتنا النهار أستاذ مؤمن كلمنا بقى عن بيت أنواع السحر أنواع السحر قلنا سحر الأسود وسحر التفرقة وسحر التعطين هناك أسحار أخرى يفعلها بعض السحرة لإضلال الناس وإخراجهم عن الدين ده أنا عايزة أسألك سؤال نعم أنا دلوقتي مثلا وليكم مثلا في محافظة القاهرة نعم هل ممكن يتعمل السحر مثلا من خارج الدولة هناك سحر جلب اللي هو جلب الحبيب جلب الحبيب ورد المطلقة كما يسمون ده بنا هناك شيئان هناك جلب وسحر بالشعوزة ودي كفر والعياذ بالله لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا القرآن الكريم لنهتدي لنهتدي به ونقتدي به وهناك آيات من القرآن الكريم تجعل المودة والمحبة بين الزوجين وبين الأهل والقرائب والأصحاب وما شاب هذا علمه من علمه جاهل لهم من جاهل معنا مدخلة تلفونية معنا أستاذ وائل ملمينيا ألو 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 وعليكم السلام الشيخ معي مع حدودك فندم الشيخ مؤمن الشيخ مؤمن السلام عليكم الشمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز رقم حضرتك عشان خاطر كلمك بعد البرنامج إن شاء الله الرقم بتاع أستاذ مؤمن نازل على الشاشة يا فندم نعم أستاذ مؤمن موجود على الشاشة يا فندم بالفعل رقم أستاذ مؤمن موجود قدام حضرتك على الشاشة يا فندم أستاذ مؤمن ونرجح تاني لموضوع حلقتنا ده بنا دلوقتي واحد عامل لي جلب أعرف إزاي بقى أنه عامل لي جلب هناك أعراض بيبان عليها وهناك أعراض لم يظهر عليها ذلك الجلب إزاي؟ إزاي أقول له حضرتك إذا اشتد الحب أزيد من لازم أو لقيت نفسك راغبة الحاجة دي بشدة يبقى أعمل لي جلب؟ بشدة شديدة جدا آه جلب جلب هناك يبقى البنادم كده يشوف نفسه بالعالم ده بنت إزاي بتقول كده ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة أحب زوجات وبالرغم أنه كان ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ده ليس كمثلة يعني مش زي البشر طبعا ليس كمثلة شيء من البشر يعني مش زينا فربنا حبب فيه جميع الخلق تمام لأن الخلق خلق لمحمد معنا مدخلة تليفونية تانية معنا أستاذ حنم الفيوم أهلا ألو السلام عليكم وعليكم السلام السلام أهلا بك يا فاندم أهلا بك يا فاندم لو سمحت فمكن أكلم الشيخ معك وأستاذ مؤمن يا فاندم ماشي ألو أهلا قال لي أمعك آه أنا معك ماذا حضرتك كذب؟ أهلا صحلة أهلا فأنا اتطلقت منه وتجوزت اتطلقت منه ثاني وتجوزت اتلاقيت بقى جزء ده باجي لقى حاجات مكبوبة انا سبت المحافظة وتجوزت بمحافظة برسعية باجي لقى حاجة مكبوبة على باب الشقة وقال لها ليحة جزء بشير ملاحة التم فأنا ما عارفش ايه ليحة دي وساعتي بمعاشرة الزوجية بعد احتراملكه بكأن حد بكونوا بحاجة يعني يا فندم لحظة يا فندم كده يا أستاذة ملك يعني هو دلوقتي أزواجها الاثنين بيحصل معها نفس الموضوع نفس الموضوع يعني واحد كان يا فندم بيقلب جنية والتاني بيلاقي دم وخنقة انا الآي والتاني ده مش طيقه وطيقه ننعه معه في البيت وطلبه على طول الطلاق فهو له طليقة ومش عارف انا بعمل وهي لقى المية دي انا ببص لها وحشة بكب عليها الملح عشان بقول له مية ومية تبص لها الحفد اللي استحت طب هو الملح سود وحضرتك ممكن بتشوفيه على هيئة تانية او حاجة انا بشوفها كأن رجل عبوز وعطول رحت وحشة تمام نعم والله ده سحر يعني معمولة ان هي يعني ما تنجحش في حياتها تفرقه طبعا يعني ده سحر تفرقه سحر سفلي كمان سفلي؟ سفلي أعوذ بالله طيب ممكن لو بعد أستاذ مؤمن توصلي معاه بعد الحلقة إن شاء الله هنحل العلم بإذن الله أستاذ مؤمن معنا من دخلة تانية معنا أستاذ محمود من البحيرة ألو وعليكم السلام أهلا وسعلا بك يا فن سألت كذا الشيخ لو عايز أتأكد منه قال لي إن ده تقول لك إنه ما في حاجات بتطلح في جسمه وبعدين بتروح فسأل الشيخ فقال له الحاجات دي بتبقى بسبب حسد يعني زي الدمامل كده نعم ها الحسد الحسد طبعا طبعا حجم يعني هو ده بسبب حسد يعني ممكن يكون هو نتيجة حسد بسبب في بعض يعني حباية معينة وكماندقة معينة إسفرار الوجه يا سيدي إسفرار الوجه من الحسد برضو إسفرار الوجه والدمامل والحاجات اللي بتطلع دي في الوش بتكون نتيجة حسد من غير سبب يعني هو لنتيجة حسد بالكال يعني دب هو إزاي يحمي نفسه من حسد حن نجاوب إن شاء الله يحمي نفسه من الحسد طبعا يرقي نفسه الرقية الرقية الشرعية والأسكار اللي هي بتكلل بنادم يعني إيه ما يتعرضش للحسد والرقية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارقوا أنفسكم ارقوا يعني هو يرقي نفسه أيضا فهو رقى الحسن والحسين طبعا يرقي نفسه الرقية أهم حاجة البنادم لوازة بع الصلاة والأسكار اليومية والرقية طبعا يرقي نفسه يرقي نفسه البنادم يرقي نفسه من الحسد وهناك بعض الأشياء الأخرى طبعا إن شاء الله حنتكلم عليها فعلا قدي إن شاء الله إن شاء الله أستاذ مؤمن يعني قبل ما نختم حلقتنا طبعا انت شرفتنا النهاردة ووجودك طبعا شرف الجمهور بتاعنا كله ولكن عاوزين طبعا في كلمة سريعة برضو هنا عاوزين برضي ننوه إن شاء الله أستاذ المشاهدين إن يعني إحنا عندينا طبعا في حاجة اسم التحصين التحصين ضد الرصاص لو حد فيه اغتيالات ولا الكلام ده عندينا طبعا خواتم وعندينا حاجات جميلة جدا وكله بالقرآن الكريم يعني فيه حاجات تحصين تحصن ضد الرصاص طبعا كله ده موجود عندنا بس ده الموضوع ده كبير يا أستاذ مؤمن ونتكلم فيه إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله إن شاء الله أستاذ مؤمن حذرك شرفتنا النهاردة وطبعا أنا بشكر أهل الصعيد طبعا على توجدهم معنا بعد حلقتنا وطبعا إحنا بنشكر أستاذ الدكتور أحمد الطيب لأن أستاذ مؤمن من بلده وطبعا إحنا بنشكر جميع أهل الصعيد إن شاء الله ده من زوجكم إن شاء الله ونرتكي في الحلقات القادمة شكرا لكم أعزائي المشاهدين وانتظرونا في الحلقات القادمة